استشهد فتى وأصيب أخران بجراح خطيرة خلال مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في بلدة عزون الشرقي قلقيليا وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى محمد نضال سليم البالغ من العمر 15 عاما بالرصاص الحي وأوضحت الوزارة أن الفتى سليم نقل أو نقل إلى المستشفى بعد إصابته الخطيرة ليعلن عن استشهاده بعد فشل كل المحاولات لإنعاشه وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من رمالة مراسلنا عميد شحادي صباح الخير عميد صباح الخير ماذا؟ صباح الخير عميد عميد يعني استشهادوا فتى فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال ماذا في التفاصيل؟ مدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس اقتحمت بلدة عزون بالقرب من مدينة قلقيليا وتمركزت على مدخل هذه البلدة ثم أطلقوا الرصاص الحي باتجاه عدد من الأطفال والشبان على مدخل هذه البلدة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فيما بعد عن استشهاد الطفل بالغ من العمر 15 عاما هو الطفل محمد سليم وكان قد أصيب بالرصاص الحي في ظهره ونقل إلى مستشفى مدينة قلقيليا ثم أعلنت وزارة الصحة عن استشهاده فيما بعد أيضا هناك طفل أصيب بالرصاص الحي في الظاهر وحالته خطيرة ولكن وضعه الصحي مستقر في المستشفى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيليا أيضا أصيب بالرصاص الحي مع الطفل الذي استشهد وهناك إصابة ثالثة بالرصاص الحي في اليد بعد الإعلان عن استشهادة الطفل كان هناك مواجهات أيضا واقتحام لهذه البلدة بالقرب من مدينة قلقيليا وجيش الاحتلال أغلق مداخل البلدة خلال ساعات الليلة وما زارت حتى هذه اللحظات مغلقة مداخل هذه البلدة لأن هناك دعوات للمشاركة في تشريع جثمان الشهيد ومواجهة جيش الاحتلال متمركز عادة على مدخل هذه البلدة حيث هناك نقطة عسكرية إسرائيلية شبه دائمة على مدخل هذه البلدة بالقرب من مدينة قلقيليا باستشهادة هذا الطفل مدى يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 68 شهيدا بينهم 14 طفلا وهو عدد كبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية أن يكون هناك هذا العدد الكبير سواء من الشهداء أو الشهداء الأطفال كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية مدى نعم عميد شحدي كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر